مسته السيد من المنوفية السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل مسته السيد نعمة وفضل الحمد لله تفضل حضرتك أنا متزوج بقالي حوالي من 35 سنة وكتبت كل أملك الزوجتي وخبال حضرتك وعملت معها جماعة سجل لقيتها بتكرشني من البيت فهذه أجوز حضرتك أن أنا أقرأ عليها دي تسين وعملت جماعة كل حاجة عشان إن هي ترجع عن اللي في دماغها مستحيل طبعا أنا سمعك للوقتي هي مش موجودة معنا لا هي مش موجودة طيب أنت بتقولي أنت عملت لها كل حاجة وبعدين إيه اللي حاصل هي عايزتك أنا حاولت مثلا أخذ منها مكان عشان خطر أهي قعد فيه لوحدة وقلت لها خلاص أنت تخذي كل حاجة وسبيلي مكان قعد فيه لوحدة وأنت حرة مش عايز منك أي حاجة عندي بيت 3 عندي بيتين وعندي بيت وعندي عربية كل ده كتبت وبسمها عشان كنت بحبها وبرضيها للأسف الشديدة إن هي خابت ده بمحمل غلط وخبرك واشتكتها الجميع أخواتها ما خلتش بابا لما ده الله أكبر يعني حاجة سيد الحمد لله ما عليش بتعبير المصر كده حضرتك الحمد لله نشرت أخبارها في كل الأسرة كلها ما سبتش حد غير وهو عرف إيه اللي بيحصل بينكم الله أكبر ما شاء الله يا حاجة سيد أنا بشتكتها حضرتك لأن هي إيه مش راضية تعمل معي أي شيء بما يرضي الله طب ما جايزي حاجة ما جايزي حاجة سيد المسألة بسيطة خالص إن أنت ببساطة خالص جايزي أنتو الاتنين محتاجين تعودوا مع بعض وتتكلموا بطريقة تانية خالص غير إن هي تنصع إليك أو إنك أنت تبقى زي مهاء على كيف أنتو ناس كبار ما هي حضرتك ما بتسمعش كلام نهائي طيب أنا مش عايزة دايقك بس أقول لي كده مثال ما بتسمعش كلامك فيه يعني حضرتك في دومي السبالي واسخة لو بجاوز عين من اللي قال ما توقفش جمبي لو بجاهبش جمبي إزاي يعني لو هقول لي حطي لي آكل حضرتك ما ترضاش تقوم تحطي لي آكل طيب هقول لي حضرتك الحاجة سيد تعمل إيه هقول لي حضرتك تعمل إيه في الحاجة دي وأقول لك تعمل إيه في عدية ياسين أول حاجة اقرأ عدية ياسين بس اقرأ عدية ياسين إن ربنا يصلح بينكم مش تجرأ عدية ياسين عليها دم عيالك عشرة 35 سنة أنت بتقول إن هي خدت الفلوس وإيه اللي حاصل وعايزة تكرشك من البيت أنا ما بسن إن فيه أولاد فإيه لو عايزة تعمل كده أنا أظن إن الكلام ده فيما بينك وبينهم الأولاد برضو طرف في الحكاية دي فأنا بقولك إيه رعدية يا سين إن ربنا يصلح بينكم منتو الاتنين الحاجة التانية لو سمحت خلي حد عاقل يتدخل بينكم منتو الاتنين لإن إحنا بيقلمنا جدا 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 ما يسمى بمشاكل الكبار وظاهرة طلاق الكبار مش عارف تحل بينك وبينها حاج سين تعالوا لي أنتو الاتنين على مركز الإرشاد الزواجي لكن ما ينفعش خالص خالص إن أنت تقول إن هي أخدت كل حاجة وإنت كتبت لها كل حاجة ما أنت كتبت لها كل حاجة